أعلنت وزارة الصحة أن محطات التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد في عدد من البلدات العربية بالبلاد تستقبل الراغبين بتلقي التطعيم إلى يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل شخصت الصحة 450 حالة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية مما يشكل انخفاضا طفيفا في معدل الإصابات اليومي خلال الأسبوع الأخير. كما واعتبر خبراء الوزارة أنه دون فرض قيود جديدة سيصل عدد الحالات الخاطرة إلى 300 أو 400 خلال شهر.